إيه النصيحة لتدينها للحد غير راح يشتري عربية؟ المفروض نبص على إيه؟ بصي أنا لو هنصح لرح يشتري عربية نصيحة واحدة بس زي ما أنت بتشوف الـ options بتاعت العربية وزي ما أنت بتشوف الكماليات بتاعت العربية وزي ما أنت بتشوف الأداء بتاعت الموتور بتاعت العربية مهم جدا أن أنت تشوف الأمان اللي موجود في العربية دي إيه أنظمة الأمان اللي موجودة؟ طبعا إحنا الوقتي بنشهة التطور رهيب جداً حاصل في شبكة الطرق بعض الناس بيستخدم الطرق دي يعني بيسيء استخدام الطرق دي سواء بسرعة كبيرة أو سواء متهورة أو هكذا فللأسف أن الحوادث بقت أخطر بكتير جداً من الأول فأنظمة الأمان ما بقتش رفاهية يعني كان زمان الأول الناس بتكلم عن أنظمة الأمان أن دي حاجة رفاهية في العربية دلوقتي أنظمة الأمان أنا وجهة نظري وانت بتشتري عربية أنظمة الأمان أهم بكتير جداً من أي حاجة تانية أنت بتدور عليه في العربية طيب خلينا نروح نشوف كمان فيديو ديك ونرجع تلك يالله بينا ثلاث حاجات قوعة تعملهم لو سيق عربيتك في الشبور رقم واحد قوعة تفتح النور العالي ليه بقى؟ لأنك لما بتفتح النور العالي النور بيخبط في قطرات الميا الصغيرة اللي بتتكون منها الشبور وبينعكس في وشك تاني ده بيخلي الرؤية قدامك بتبقى شبه منعبل طيب نعمل ايه؟ المفروض ساعتها لما انت بتنور نور الشبورة الأمامي أو الفوج لايتز اللي بيكون مصمم أنه هو بيناور لك الطريق من تحت من غير ما النور ده يعني عكس في وشك تاني ويحجب عنك الرؤية رقم اثنين ما تشغلش أدواء الانتظار أو الطوارق طول ما انت ماشي في الشبورة عمال على بطال وده على عكس اللي أغلب الناس بتعمل وده لأنه بان من اسمها أن احنا بنشغل الأدواء دي في حالة الطوارق بس لما بيظهر قدامك حاجة فجأة فبتحب تنبه اللي وراك ان انت ظهر قدامك حاجة بحيث ان هو يقلل سرعته فلما انت تفضل مشغل عمال على بطال في الشبورة ويظهر قدامك حاجة فجأة في الطريق هنشغل ايه بقى هنشغل ايه رقم ثلاثة هو هتوقف عربيتك في أي حارة من حارات الطريق الرأسية وده ليه لأن انت متعرفش اللي جاي وراك جاي سرعته عاملة ايه بصي عايز اقول لك الفيديو ده كان من أهم الفيديوهات اللي أنا عملتها وكان من أكتر الفيديوهات اللي اتشتمت فيه التعليقات ليه كده بس بصي هو الفكرة كلها ان لما حد بيجي يقول لنا معلومة مختلفة عن اللي احنا بنعمله في العادة الموضوع بيبقى مختلف ودايما بنهاجم قبل ما نعرف المعلومة صحة أو قال يعني للأسف احنا بقينا بنشوف الشبورة بتبقى قوية جدا دايريكت حوادث ضخمة جدا بتحصل بسبب موضوع الشبورة فانا كان فيه اسبوع كده مرة علينا كانت الشبورة قوية جدا واحد ساوي اثنين وثلاثة واربعة واربعة في قررت ان انا نعمل فيديو دا ثلاث نصيح تاخد بالك منهم في الشبورة فالنصيحة الثانية كانت ان انت ما تشغلش الضوء بتاع الانتظار وانت ماشي في الشبورة لانه احنا عندنا كده حاجة معينة في دماغنا ان احنا دايريكت الشبورة تنزل نشغل الزرار بتاع الانتظار فهو الزرار بتاع الانتظار دا انت مفروض بتشغله لما بيبقى فيه حاجة طريقة قدامك اي نعم اي شبورة انت في وضع اتار بس لو انت الوقتي ماشي في الشبورة ومشغل الزرار بتاع الانتظار دا حاجة كامل جدا احنا كلنا انا شخصيا منعملها حتى الساويين والناس اللي بتصوب بقالها كتير جدا وانا كنت معاملها في الاول انما انت الوقتي لو ماشي بعربيتك ومشغلها الضوء بتاع الانتظار وظهر قدامك حاجة فجأة ان انت لازم توقفي هتعرفي ازاي اللي وراكي ان احنا خد بالك احنا بقى هنقف تمام فهو لا مفروض انت بتمشي بسرعة وكده الاتنين زي بعض كده الاتنين زي بعض بالزبط اه فمفروض ان احنا في الشبورة ما بنشغلش الضوء بتاع الانتظار دا احنا بنشغل فوج لايتس الامامية والخلفية لو في فوج لايتس خلفية في العربية وبنخلي ضوء الانتظار دا انه هو احنا خلاص الناس بتاد التقاف قدامنا فخد بالك يا اللي ورايا احنا هنقف في منحنة في الطريق فجأة في اي حاجة حصلت فجأة فبنبه اللي ورايا فعايز اقول لك الناس بقى دخلت في الكومنتات ايه دا انت بتفهمش حاجة ازاي نقفل الانتظار ومش عارف ايه طب ودي معلومة انت جبتها من فين اصلا المعلومة دي من نصايح القيادة في القانون المرور الامراطي اهم كاتبين المعلومة دي ويعني اي حد متخصص في العربية هتسأليه هيقول نفس الحياة هيوافقك على الموضوع دا لانه هو مش يعني باللوجيك حتى كده طيب ايه الحاجة اللي احنا بنعملها اللي بتأثر عمر العربية الغلطة اللي احنا دايماً بنعملها يعني بصي الغلطة اللي تعمليها تأثر عمر العربية والغلطة اللي تعمليها تحطك في مواقف مش لذيذة خالص ان انت تهملي الصيانة الدورية تمام هما الجماعة اللي صنعوا العربيات كل قطعة في العربية لها عمر افتراضي معين معروف ان الفلتر دا بتغير عند مثلاً 30 ألف كيلو الفلتر دا بتغير عند 50 ألف كيلو دي بتتغير عند كذا الزيت بالغرق بالزبط. لا طبعا فيه ناس بتهمل المواضيع دي جدا. يعني فيه واحدة ما كانتش تعرف ان الزيت العربية بتاعتها بتتغير. وفضلت حد المطور بواز. المطور اتحرك اصلا عشان هي ما تعرفش ان الزيت بيتغير. لما عملت الفيديو بتاع فلتر بنزين ده اكتر كومنتس جات لي هو بيتغير كل قدية. فهو الناس هي مش عارفة ده بيتغير كل قدية. سير صغير في العربية انت هتتغيره مش هيكلفك اي حاجة خالص. ده لو تقطع ممكن يكلفك ان المكانة بتاعت العربية كلها تبوز وتتكلف مبالغ كبير. فطول ما انت محافظ على صيانة دورية بتاعت عربيتك هتبقى فلشا مع النوار.